بكلام كتير بيتقال من بعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بصوا لو الناس بتكتهد هنقول ماشي الناس بتحاول توصل لمعلومة و الناس مش عارفة توصل لمعلومة فالبعض بيكتهد ولكن اكتر حاجة تزع عني ان الناس بتكتهد بناء على وجهات نظر يعني انا مثلا شايف دي مش ضرب الجزاء فانا من نفس اقول دي مش ضرب الجزاء او انا شاف ان هي ضرب الجزاء فقول ان هي ضرب الجزاء والصق الكلام ده بتصريحات على لسان اللجنة والصق التصرحات دي أو الكلام ده أو التفكير اللي أنا بفكره ده وكأنه على رسال اللجنة يعني حاجة أنا سمعتها واستغربت منها زميل أو أكثر من زميل في برنامج واثنين وثلاثة طلعوا وأعلنوا أن لجنة الحكام فيها انقسام على تحليل لعبة ضربة الجزاء اللي الاتحاد السكندر بيطالب بيها في مباراته مع الآله نتيجة أن الكرة لمست يد يحي عطوية الله ده أول حاجة اتقال لك انقسام هو اللجنة قلالة بعضها ثلاثة منهم اتنين بيتكلموا فني والثالث بيشتغل إداري ففين الانقسام مش موجود رأي تاني اتقال في برنامج مش رأي خبير تحكيمي أنا بتكلم على أخبار بيقولها مقدم البرامج الزملاء الأعزاء اتقال لك لجنة الحكام أجمعت على أن الاتحاد السكندري ليه ركل الجزاء في مباراته مع الأهل نتيجة أن الكرة لمست يد يحي عطوية الله عارف أنت الناس لما بتجزم بحاجة وأنا تأكدت أن الحاجة دي مست سليمة بقى مستغرب جدا ليه؟ أصلا أنت لو هتسأل اللجنة وهتتأكد حاجة من الاتنين يطروح للكابتن ياسر عبد الرقوف يتسأل الكابتن تامير دوري بس هما الاتنين المختصين بالأمور الفنية محاضر ومحاضر محاضر إفريقي ومحاضر دولي رئيس لجنة الحكام والمسؤول عن تقنية الفار كابتن توفيه السيد لي دوري إداري وكان مدير معسكر الحكام قبل انطلاق الدوري إداري بحث ما بتكلمش في أي فنيات كابتن توفيه السيد مش محاضر فما بتكلمش في فنيات خالص لأن برضو لقيت برنامج لزميل بيقول الكابتن توفيه السيد بيقول وبقى هنا الرد للكابتن توفيه مش ليه نحن هو بيقول تصريحات على لسان الكابتن توفيه بس الغد دولة ما شفتش نافي من الكابتن توفيه بيقول لك لا بتهي عطوة الله تمشي كده وتمشي كده يعني لو تحسبت ضرب الجزاء تبقى صح ولو ما تحسبتش ضرب الجزاء برضو تبقى صح طبعا ده في التحكيم وفي الفنيات يعني ده كلام يعني يدحك لكن بيش كلام فني خالص فالكابتن توفيه هو اللي يطلع يأكد أو ينفل كلام اللي يتقال على لسانه في إحدى البرامج ولكن لما بتكلم في الفنيات لازم أروح لتنين كابتن ياسر رئيس اللجنة والكابتن تامر دوري المسؤول عن تقنية الفار فبداية كده ودي معلومة للترند لجنة الحكام لم تعلن موقفها لأي وسيلة إعلامية بشان لعبة مطش الأهلي والاتحاد السكندري الترند بينفي كل ما تردد عن إعلان لجنة الحكام موقفها أو حقية الاتحاد فراق للجزاء أنا أبقى أكد لحضراتكم ده ما حصلش أذكركم من الشعر بيت حسب معلوماتي إن اللجنة بعد نهاية مباراة الإسبوع الثالث النهاردة هتطلع بكرة بعد ما تعمل اجتماع فني مع الحكام وتشرح حسب مقالة أول ما تم تعيين اللجنة إن هي هتشرح الحالات الجدلية صوت وصورة وعندهم محادسة الفار اللي برضو للأسف البعض يطلع شرح المحادثات بشكل خاطئ طب اللجنة هتقول ركل الجزاء ولا مش ركل الجزاء ما الناس ممكن تقولي ما أنت هتقول رأي ممكن متوفق مع رأي كل الأهلوية وتلصقوا باللجنة لو اللجنة ما قالتش الكلام ده طب احنا هنستنى ونشوف اللجنة لما تطلع هتقول إيه وأنا هو وانت هو وهتشوف اللجنة هتطلع تقول إن اللعبة دي ما كانتش ركل الجزاء عارفين ليه؟ لأن فيه اعتبارات واللجنة مقتنعة بالاعتبارات اللي الكل أدمع عليها كخبراء التحكيم برا مصر سواء في العالم العربي أو في أوروبا تلعى خبير تحكيم إنجليزي قال مش ركل الجزاء تلعى خبير تحكيم إنجليزي أرجنتيني قال مش ركل الجزاء تلعى كابتن جمال الشريف خبير تحكيمي عربي قال مش ركل الجزاء وقاله باعتباراته وهنا بقى الفرق ما بين لما واحد بيطلع يحلل حالة تحكيمية وبيقولها بالاعتبارات واحد بيقولك لا دي لمسة يد ضرب الجزاء مش أي لمسة يد تبقى ركل الجزاء ومش أي حكم سابق يبقى خبير تحكيمي ومش أي واحد صفر في الملعب يتقلع عليه خبير تحكيمي للمرة التانية مش عايز أحرج ناس وعقول أسماء ملاقاش علاقة بالفنيات مش محاضرين يعني مش محاضرين مش معنى لأنت حكمت وصفرت في الملعب يتقلع عليك محاضر محاضر يبقى أنت بتكمل وبتدرس وبتاخد شهادات زي ما بنتكلم على المدربين يعني مع لايسنز أنت لعبته كورة بس ينفع تدرب؟ لا ليه؟ لازم تاخد شهادات تدريبية معينة A و B و C و Professional عشان تبقى يتقلع عليك مدرب محترف نفس الأمر بالنسبة للحكم لازم تعتمد في الاتحاد الإفريقي لازم تعتمد في الاتحاد الدولي عدد المحاضرين في مصر في الجزئيات دي ما يكملوش 4-5 بس فيه 10 بطلعوا يحللوا مع كامل احترام للعشر بس فيه ناس بتطلع هم المحاضرين في اللعبة دي للأسف الكل يتكلم على القانون القديم من غير التعديلات الجديدة ايه يا التعديلات؟ لما كورة تبقى طببة من الأرض وده شرح هنا الكابتن ناصر عباس وأكتر من خابير تحكيم يتكلم فيه قبل كده كورة طببة من الأرض جاية بشكل فجائي بالنسبة لللاعب لمست صدره جات في إيده وبيلم إيده الورى مش بيوجه إيده للمرمى تفري كتير وده اللي شرحه الكابتن جمال الشريف ومحمد صلاح عبد الفتاح والكابتن ناصر عباس وكل خبراء التحكيم المحاضرين اللي دارسين وعارفين التعديلات وأنا مستني كابتن تامر دوري والكابتن ناصر عبد الرقوف يطلعوا الحالة جادرية دي ويشرحوها للناس لأن مهم جدا الناس تعرف التعديلات والقانون بيقول إيه لأن للأسف لما بتطلع ناس تقول معلومات غلط بتعمل بلبلة في الرأي العام زي البلبلة اللي حصلت مثلا في لعبة ما فيهاش جدال لعبة تحسين الشحات ضرب الجزاء ضرب الجزاء أحد الزملاء طلع قالك إيه قالك أصل وقى الفرحان بيقول ده بقى إيه كلام محادثات الفار وقى الفرحان قال لمحمد معروف تعالى أنا عندي احتمالية ركل الجزاء فمحمد معروف قال له دي الكرة من بره فوقى الفرحان قال له لا دي الكرة من جوه والله العظيم المحادثة ما فيه الكلام ده أصلا المحادثة ما فيهاش الكلام ده أصلا ومش أقول المحادثة فيه إيه لأن التفاصيل دي أكيد اللجنة هستنى تعليناها وتقولها لان محمد معروف لما بحسبش ضرب الجزاء اعتبر اللعبة حاجة تانية خالص لكن لما حكم الفار أمبل هومورك بتاعه صح وشاف اللعبة وجاب الزوايا ضرب الجزاء بنسبة 100% وما فيهاش يعني اي نقاش النهاردة بالمناسبة في مباراة ليفربول وساوس هامبتون نفس اللعبة نفس اللعبة في نفس المكان بالزبطة هي قدامكم على الشاشة على خط منطقة الجزاء واتحسبت ضرب الجزاء ادي صورة تبقى لكم اللي احتكاك فين بصوا على الخط فين يقول لك ايه ما هي القرى بعيدة اصلي ادي بر اصلي اجلي جوه بص المكان اللي حصل فيه الكونتاكت اللي هو بتاع الاحتكاك ساعتها كان فين نفس لعبة حسين الشحات واتحسبت ضرب الجزاء دي زي ضرب الجزاء اللي اتحسبت لحسين الشحات بالمناسبة كابتن محمد معروف حسب معلوماتنا يعني ممكن يكون اعتقد ان لعب الاتحاد سكندريا ولا لعب الكورة بس لما راح بص على شاشة الفار لأ فعلا ان فيه اعاق فحسب ضرب الجزاء الامور كشفة وواضحة وبلاش حد يلعب في الحالات التحكمية لان الحالات التحكمية بتتشرح بناء الاعتبارات عندك اعتبار قانوني بالتعديلات بالقوانين ما عندكش بلاش نفتي مش عنيبقى احنا يعني اللي جبنا مش عارف ايه من اللي فين عشان يبقى احنا قلنا اللعبة دي راكل الجزاء او مش راكل الجزاء اشرحوا القوانين والتعديلات والاعتبارات بشكل سليم لان المشهد ببقاش حالو يجي لك حد من انجلترا يقولك عكس اللي انت بتقوله يجي لك حد من الارجنطيني يقولك عكس اللي انت بتقوله يجي لك جمال الشريف كل مرة يقولك عكس اللي انت بتقوله مش معقولة يعني ناس كلها بره غلط وانتوا هنا لصح فيه ناس كتبتحكم بتعمل مشاكل تحكمية فلما تبطل لازم مهم جدا تذاكر وتدرس عشان تشتغل وتطلع تحلل حالات صح ورسائل لكل الزملاء ما تجيبش اي حد يحلل حالة تحكمية اللي ما يكون خبير محاضر بجد مش اي حد يحلل حالة تحكمية عموما دي كانت تفاصيل مهمة جدا المتعلقة بالحالة اللي البعض اعتبرها جدلية وهي معروفة انها لركل الجزاء ولا حاجة وهستنى اللجنة لما تعلن رأيها الفني في مثل هذه الحالات بعد الاجتماع الفني اللي هيتعمل بعد نهاية الاسبوع التالي